السلام عليكم معكم الراوي مهدي شخصيا كنشكركم بزاف ومرحبا بكم في هاد القناة الوحيدة بالصوت الحقيقي للراوي مهدي قصص مغربية واقية جوش السلام عليكم معكم زكريا وزكريا بغي يقول لكم باللي من اللي كنت لقى الجهل مع الرغبة كاتخرج للكاريتا أنا نعود لكم مع الزوجة ديالي ونعود لكم الظروف اللي خلتني نتلقى بها السيدة دي وبزاف دي الرجال فينا في ذاك اللقاء الأول من كتكون عندك رغبة أنك تكون تكمل مع ذيك السيدة ولا تزوج بها وتكمل مع حياتك وتتشوف فيها الزوجة المستقبلية ديالك والوليدات ديالك ركين شي أمور اللي خاص الراجل يسول فيهم وخاص المرة حتى هي تسول في ذاك الأمور كيف ما غنسوله على بزاف ديالي حويج واش كتصلي واش انتك تصلي واش كتشقى واش انتك تعرف تخدم واش انتك خدام واش انتك فعل واش داركم من واش عندكم شي عائلة واش عندكم هادي واش عندكم هادي ايوة سيدي تعرفت نواة السيدة دي فاش يالله خدمت يعني كانت خدامة في واحد البلاصة حداية وكنت كانت لقبت السيدة دي والغريب في الأمر هو اللباس ديالها اللباس ديالها كان مغايرة لذاك شي اللي أنا مولف كانت شوف لف الخدمة ديالي لف ذاك الحي اللي فيه الإدارات وفيه ذاك شي يعني كان واحد البس اللي عادي جدا الاشتهارة من هادوك اللي كتلقاها اللي كتلقاها خارجة من الوزين ولبساج اللابا وديرا وهزا الساك شانقع للساك والساك رفيها اخدها وفيه ليزي كوتور وفيه الفوندوتان وذاك شي شانقع لي تقول معه شنو فيه ايها ديك واحد السيدة اللي بسيطة جدا من هاد المعنى هذا وانا كيتعجبني البساطة هذوك البنات اللي يبقون لابسين مزيارة وتلبستها وينزيارة وتدير فين دوتاو وعقر وروينها ما تيعشبونيش أنا كنظر الله رئيش شخصي ما مكيعشبونيش ماكي تيرونيش قاعت انقول هادو اما محترمين شراسهم كانتا تكون صراح باطارية حرة تلبس لالي بغت شغولة إذاك احنا مكان نحكمش عليها انا غي كناتكوم رأيه في داك نوع ديال البنات اللي يبسوا إذاك شي هذا غير رأي. مش حكم. اما هي في اخر المطف دي اللي بغات شغولها هاداك تدب الراسة. تبدل ما تبدلش تغير ما تغير شغولها هاداك. ما انا كان هدر من جيتي انا كيفاش كنشوف ذاك الرؤية من هادو كل الاهلات وكل الابنات. ونائمة تارت انتباد يالي وبقيت كان حاول نهدر معها ونتبعها وكانت حشو مياه بزاف. بزاف. يعني بصعوبة باش اني قدرت نهدر معها. ومن اللي ولي نتا هدرو تنضي ونجيبو في هادراه وتبدلن النوامر ودك شي يعني اه نائمة ما كت. ما كت هدرش بزاف. وكت حشم وما كت اه صعيب انك تجبت منه شي كلمة ولا شي هادراه. ابقينا هكاكا كسيدي الواحد للمدات قريبا ديال 8 شهور وحنا هكاك. بهاديك 8 شهور سا في تلقات السيدي اه طلقات والتي كت هدار والتي كت عبار والتي نكت هدرو في المستقبل فيه نغانسكنوش نغانفرشوش نغانديرو ولينا كان ادرو في المعقول ولينا كان ادرو في الزواج. انا انك سيدي اغضرت مع موني الدار كتل مرة نوي الزواج راني هو المعقول اه اي طلاف تيلي فالنعيمات ووزت الوالدة قلت لها انتي اغضري معها وبقات الوالدة كتل معها ودك شي ومن خلال ذاك الادراج جاست عندي قتلي الوالدة جاست عندي قتلي بحلقة قتلي يا را كتحتي لواحد البنت خبز ربي في طبقه اهدره لا تعدبك اغضر والدي وما فيها شقلت قتلي ارى الوالدة لا تحكميش قتلي ارى امه ايضا ارى انا امه انا احسنها قتلي البنت اللي عمرها دار من خلال الادراج لها طريقة كتبتها دار واداك شي وصوت ديالها انسان نحننها اي واشا نقول لكم يعني انا مشيت مع الاحساس دي الوالدة واحساس الوالدين ما يخيفش مشيت مع الاحساس الوالدة قلت ما تكيش مشكلة سيدين مزيان فالداتها الوالدة الله يسخر اي واش غنقول لكم يعني قلت بسم الله وتوقل تعالى الله اه درنا وقيتها باش مشي عندهم لدارهم وهوما يعني ساكنين في دارهم ما شي معهم اي اغي كارية مع البنات في المدينة دارهم في واحد البلاد باي دعلينا بشي ستة وتسعين كولومتر ايها ديك الوالدة هز داك البيكوف ديالو مشينا مشينا لعندهم السلام عليكم عليكم السلام ناس متواضعين ناس بساط جد بزاف 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 ريحنا دارونا المسمى البطبوط ما خلاهم ساكن محط طولينا ناس دراوش وتحنا ناس دراوش يعني رازي دينا اليوم ها في بلاصة في ساكنين هنساكنين في المدينة واشلي ساكن مدينة ببا عنده بي كوب والد كيموت على ذاك النوع ديالطام وبيلات ما فاش كان في البادية كان يخدم بالبيكوف بزاف وكتعجبوه وبقى مخلي هذيك البيكوف بعدنا وبعد مرات يمشي للسواق وبعد مرات يمشي للبلاد وهو مرات جايب الزيتها وهو مرات جايب الكبير يجيب الحواله كلها كلها مرات وشنو داير ايوا سيدي مشينا عندهم السلام عليكم عليكم السلام خلينا ما دينا اليهم ريحنا قلسنا تانا درو مع اباها اباها مسكين درويش العمار عدار مها درويشة تافقنا بس نديرو الأمور وذك شي ايوا سيدي سافي ايشا نقول لك خطبت البنت قلت لهم رابعت نقام خطب مع غير تقريبا شي شي مودا قليلا بدما نوجد داري وجد أمور او دي الله يصخرة او دي الله يربح درنا الملاك درنا كل شي كل شي دازم زيان بي خير ارى انك يا سيدي من اللي ولدها بتاقت وتعرفت بلاينا باغي المعقول وذك شي واللي تانجل تحداها قريب ليها ولينا كان خرجوا يعني ولد يعني ما بقاوش ذاك الحواجيز اللي كانوا في الأول بديت كان قرب لها وليت كان شم واحد الروايح مرة نشم ريحت الحلبة مرة نشم ريحت البصلة مرة نشم شي روايح اخرين ما كان عارفش القطر عن اش ما بعرفتش بعرفتش ذاك الروايح شنو سبب دي الله واش تجميل بلدي يعني تجميل بلدي الليلة بعد مرة نحسب راسي قاس ما قاميلا كان طيب ماشي ماشي بنت هي تقدر تكون كدير ذاك شي كما كدتخشف البرضوية جداد ما كدتخشفت شي وراكم عارفة البصلة رمزية القشرة دي الشعار اه القطر عن رمزية المانع فتكديرو هي الحمها ولا والله اعلم بش كطر الطبي الحلبة كتاكلها واش تكدرها المعدة والله اعلم يعني انا فاش كان نقلس نقش معها صعيب باش انني باش انني نستخرج منها شي معلومة ولا نوصل لشي فكرة معات السيدة من اللي بقيت المرة اللولة الثانية الثالثة عرفت بلدي هذا كول موضفة ديالها انا ما عجبني الصراحة اني تكون قاسم احد انسان وكتش موحد الروائح اللي نورمال موذك الروائح تكون في كوزينة ماشي في إنسانichts احداق. ان Voorاد ن almighty、 اخبرت معاة لماذا اطلقت ال wanting sizi عطRE古 به ايه واناقي رح كنطرت وردت موائي ق况 علام الصراح باش ان اقدرت المستطلة لدي ووشعر كنطيح لي اطلقها بكني طالقة وانا تجعل هذا ع quando when you look at the price diyorum درست كنضرك ان في النهار اللي التكون قلسة لم يأخددي لم thànhدعم م LT. يعني قلسة في الدار في الخدمة القطع amd v ga yいう 노� وزينجات هذه وانا كنت كانت تقلق وتعقدت ومقتشا نبغي نقلس معهم وانا هادي وانا هادي كتل ارى بالصح ارى انتي بغد داوي راسك اه ام تفق معك ولكن رك خدامه في هذا المجال لغ يكونوا الناس هيكونوا الناس رك مخلطة مع الناس را ما شيغا الناس قالسين وقايش مرحة الحلبة وانتو معارف رحة الحلبة كيف عاش دايرها رحة الحلبة صعيب صعيب انك تشمى في واحد انسان حتي كنت تبدل ذكر رحة ديالها وانا كنت عاجبني بدك النية ديالها بدك البساطة ديالها ماشي انا كنت احتقر عدبها ولكن نقصر منها ولا شي حاجة مي غي كنعود لكم هات طريفة اللي عليها دايرها هات القصة هادي كاملة هاي غا تجيكم نبغ شوية ايه والسيدي بقيت غادي معا في ذاك الهيت وتقبلتها هكا يعني ما كنت اشي مشكين مشيش حاجة بسيطة غام قونت تفلو عليها ارا انك سيدي تزوجنا ونرمال ما البنت مي كتزوج كالدي والحمام تزوقو عليها تقدو لالامور ديالها حي تبعها للدخلها وتبعها داك شي خست تكون في ابها حلال زوج ديالها ايه والسيدي مشينا مشاتي الحمام بقيت نقاس جابوها صغارية كوكوكو تكوتو تكوتو ايها ديك يعني دارو لها الريحة دارو لها البرفان دارو لها ذاك شي اللي تدخل ما كنت اشي حاجة يعني السيدان قية تبارك الله الحمد لله كل شي مزيان كل شي بخير انا نقيم صلي صلاتي صليت صالة الصخارة صليت ذاك الامور وقلنا بسم الله بسرنا بالعمال الله يصخر فاش بدين الحياة الزوجية ديك الساعة قاتلي انا كان بقاها في الدار حي تكنت خرجات من الخدمة قاتلي انا كان بقاها في الدار اه فكا زكريا لما اخد لي شي تليفون باش نقنت لها باش نقنت لها باش نقنت نشوف الوصفات باش نشوفها دي باش نشوفها دي قتل او اخا اخا شنشري لك تليفون شريت لها تليفون اه تتشوف الوصفات ها ها دي هي حادقة ولكن بغت دليدك شي دلمدينة المخرقاء هالخبز مع مرة دي موين بغا تزوق على الحالة وصف عطيش هذك التليفون بقد كتتمنظر مع راساء كتتمنظر مع راساء ولكن في الحياة الزوجية اللي كانجين نعاشرها ما كدوش ما كدوش ما كدوش ما كدوها في راساء موالو يعني كتلقى كتلقى زغف شي بلايس اللي مخص نور مع المو مخصم شي يكونوا تماء ما كان بغيش نزرحها حيث رك عارف ميك تقول الانسان رهادي هو بالنسبة لي ذاك الوضع يلي هو فيه راه عاجبه واركي ميك تجي تنتقدها لي كيتقلق كيتقدر تزرح خصوصا ليالات رغيم عالم عمرتك لكانت دي زوجتي لاغلادي تيل عفريتان تبنيتك عاجبك ذاك الغلب واركير غا تقلقها راه هي غا تزرحها الجينس اللاطيف هو مدينين بحلاك أخويا ما عندك ما تدير هو مدينين بحلاك بقيت ساكت قلت وقيلها رعب ما لنا صافي نسا خليها دابت دابترد بالها الشر الأول الشر الثاني الشر الثالث الشر الرابع وحنا غادين وحنا غادين وحنا غادين ودك شعاد ما كيزيدين بت بك شعاد ما كيزيدين قوى لا تحتلي الدين لا ما بين رجلين لا وافين ما مشيتي يا أخويا كاتلخاز مماشا نقول لك أرض الله واسعة يقول لك وفين ما مشيتي كاتلقار ربا قافي من مولك تقلسها وليتي طفح حالكي عضرش مع واحد النار قلت له واشتي بعقلك ولا مالك واشتي قلت له ردي لبالشي شوية راي هكا وخس كديري هكا وخس كديري هكا ممكن السيدة ما عنداش شقافة ما عنداش في الأونوتة ما كتفهمش قلت من سايسمعها سايسمع مدينس نقول للا ورا خس كديري هادي وفعواد ما تقيت شوفي غير وصفات شوفي لأعتي نأب البشرة لأعتي نأب هادي واللي بغيت يا را نجي بالك وأنا تصايبي هادي وقادي هادي وقادي حالتكي شوية لا يهديك لا يهديك قلت لي ياوه أنا را ما كنفهمش فاتشي وان را هادي وان را عندي عادية شي هذا قلت له لا را ما هاديش قلت له را ما هاديش قلت له را الأونوتة هي كلش طال لي فراسك وارديل فراسك وتفرج بشي حاجة لغا تقدر تفيدك ولا تكتفرج في كيفية إزالة الرابع من هذه كيف تصفيف الشعر بدون خلطة ترطيب البشرة بدون ملسا بقيت غادة أيام هذه الفيديوهات بقيت غادة وأنا صافي ميكت عليها أعطيتها شنو خصدير ميكت عليها إيوان رأي أنك سيدي داست واحد سوي مينة بحلاكاك واحد نار جيت لعن ذا شيئا لأنني عادي على أمام خدمة إزالة صليت صلاتي و معتشيت قلت لفعل هذا ما أشيبه وقلت لها لأنها لا أشيبه هذيه كادي قلت بحير وكل شيء مزيف يلا أعطي سيدي هدايا وقلت لفعل هذا فقط سيديه حدايا وقلت لفعل لم أستعد بل من المرأة كيف هذي لا تستعد بلا تضاف قلت لفعل حينما انها شعرية قلت لي اللا قلت لي وشنو قلت لي اخير ما كدبش عليك رأى شفت واحد الفيديو وشتوعد فيديو واحد السيدة تدير واحد اللصقاء وديك اللصقاء تتطير تطير ذاك ربيع قلت لي كيفش ربيع قلت لي اه اه لا صيخ بغيدي تقولي لا صيخ قلت لي اه قلت لي وارا قدرتها ومعرفت شنسة تعملها وشي طار شي بقى فهمتي يعني رمه ما شوف اللي بعد مني ذا فاللي يسترعلك قلت لي يا را درت هالا البيطاني وبيطاني تنفخوه والتحت اذا تنفخ كامل والله يسترعلك لاب اول وصاب هين ساب بلاتي بلاتي قلت لي وشتي تسطيتي ولا ما كيك مدرتي شي كاريتا ولا قلت لي لا قلت لي يا را دا ما عرفت شنخدم هذك المصيبة وقال لي يا ذاك شي تمام ومعج بنيت وخفت لان كون درت شي كاريتا قلت لابتش تديري غدا غا مشو عنده غدا الصباح مشو عنده جينيكولوك امشي مع جينيكولوك مرات شوف لك شنو كينت ما انا ما كنفهمش بدكش انا بالنسبة لي اغليض ولا رقيق كل شي بحال بحال مشينا عند جينيكولوك السلام عليكم وعليكم السلام شوفي لي اختير البارح دارت الاسير وكذا هذي قلت لي ماشي شغل كنتانا نسولها هي را تشرح ليها دخلوا وما وياها باش خرجات قلت لي طيب يا بار عنده واحد عنده واحد واحد الحساسية وعندها هذي ورا ما خصش تستعمل هذك شي وخصا 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 وعطعتها شي دوايات وشي تخربيقات اي ودبرتنا عليها حشي شهر ويوكاتكاتكي تعالج في هذه المصيبات ناضليها شي حبوب وناضليها شي مصيبة وكنتك اتدير وحساسة وكنتك تغسل بواحد الباندوش وممنوع انك تغسمcaش حاجة ه찬ش ارتفوسيال الباندوش ولا شي تخربيقاتك تغسل بها حتي يشترب هذه البلاسة وتقدر هذه البلاسة يعني إذاك الدو يدخلف لك لداخل وداخل الشامبون يدخل لك لداخل وإذاك شاتي تعفونت وشي مصيبة ولا شي حاجة يعني هذه البلاسة كتبغي غير ما وإلا شي برودويد دستيني لها ويبدأ تتربج ويقوم بعمل نكاريتها. يعني المنفذ الوحيد الذي نحن سنستفده منه ونعيشه منه ونولده منه ونضره منه بالزدي لحواش في مستقبل يريد أن تسده لنه ونقوم بعملها ونشاهدها ونشاهدها. كنت ستخرج على كل شيء. ولكن الحمد لله مر مداز هذا الشهر تقبلت الربيع كأن شميشة طالعة وكل شيء بخير. هان يا فداء الزوجة لتبقى بخير لا تكون شيء مشكل. وكانت دي قصتي ودبر عندي معا واحد الوليدة. واحد الوليدة غزالة تبارك الله بنية. الله يعطيها الصحة. وكان شكركم بزاف على الاستماع. ويربي هذا القيصة تنفع. تنفع شيء ابنات اللي باقين غافلين على شيء حويج. تفهمي ذاك البلايس اللي عندك. وشنو تقدريت تعاملي معهم. شنو ما تقدريت تديري لهم. تفهمين نوعية البشرة ديالك. تفهمين بزاف ديال حويج. تفهمين نوعية البشرة ديالك. ولهذا كنشكركم بزاف على الاستماع. الله يعونكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة